أتحول إلى كالفين دارك إذا كان هناك إمكانية في أن نتحول إليه سيد كالفين دارك هناك من الجمهوريين من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب يقولون أن هناك استهدافا مباشرا للرجل وأن هذه الاتهامات هي نفسها الاتهامات التي يمكن أن توجه إلى هيلاري كلينتون إلى مايك بينس إلى الرئيس الحالي جو بايدن نفسه عندما كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما هل يبدو هذا الرد من جانب أنصار دونالد ترامب ردا منطقيا من وجهة نظرك؟ لا الأمر ليس منطقي وغير معقول والأمر سخيف في حقيقة الأمر الفارق هنا أن بين ترامب وبايدن وهيلاري كلينتون وأي شخص آخر أنه لا يرغب في إعادة هذه الوثائق مرة أخرى إلى الجهات المعنية وأيضا ويشارك حس دفاعي بشأن الاتفاص بهذه الوثائق السرية هذا طريق ويضن بناء على ذلك ترامب وأعداد من الجمهورين يحاولون استغلال هذه الإجراءات لإخفاء الحق هناك معلومات سرية تختص بالقوى النووية للولايات المتحدة وإذا اتخذنا قضية بينس تم التحقيق معه وكان واضحا تماما واتقائنا متعاونا مع الحكومة الأمريكية إذا تناولنا قضية بايدن وهو كان متعاون أيضا وهناك مجلس استشاري يحدد الاستهامات وفي حالة هيلاري كلينتون الأمر يعتبر سخيف وكان هناك الكثير من الاتهامات بطبع لكن الفارق هو في حجم التعاون وحجم الاستجابة قد تم اتهامه أيضا ترامب في 2016 لماذا لما يتم المراحقته هذا كافة يعتبر دلائل على أن ما يقوله بشأن بايدن وبينس وغيره عبارة عن تبريرات مجردة لأن ترامب بالفعل ارتكب جرام ولهذا هو يقف أمام المحاكمة الآن هل هذه الطريقة المثلة من وجهة نظر الإدارة الأمريكية من وجهة نظر النظام القضائي الأمريكي الذي يعزز من فرصة أن تبقى الولايات المتحدة دولة راعية للديمقراطية وخلاف ذلك هل كان هذا هو المسار الأمثل الذي يتعين التعامل وفقه مع الرئيس الأمريكي السابق وعلى مستوى الوقت لأن هذا هو الذي يطرح التساؤلات الأمريكيون مقبلون على انتخابات رئاسية في النظام الديمقراطي لا يمكن تغيير النظام القضائي وكيف يتعامل أنه لا يحدث ذلك في المعداد في النظام الاقتصادي لا بد أن يكون هناك عدالة ومساواة بين الأشخاص العاديين أو المرشحين والنظام القضائي لعليه عمل ينفذه وهو يقوم بالتحقيق مع أي شخص سواء كان سيناتور أو شخص حكومة مسؤول أو شخص عادل ربما تكون هناك اعتراضات من جانب بعض الأطراف في هذا الشأن فبالتالي هذا عمل النظام القضائي وإذا أمرا ترغب في تنفيذه هو الوزارة العادل ولا تريد إلقاء التهم بشكل عشوائي على أي شخص لأنها تفعل ما عليها أن تفعله بشكل يحقق العدالة لكن هناك نظر إلى أقطاب الحزب الديمقراطي إلى الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن نفسه بأنه هو الذي يدفع ربما في اتجاه أن يساءل الرئيس السابق دونالد ترامب أن يساءل في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ أن يساءل قضائيا على اتهامات مختلفة وفي هذه المرحلة وبالتالي فالمستهدف بالدرجة الأولى حتى لو كان النظام القضائي بهذا القدر من الاستقلالية لكن من وجهة نظر الجمهوريين وأنصار ترامب هو فقط يستخدم كمخلة بقط لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة هذا غير صحيح وهذه هي الأسباب في البداية جو بايدن ليس له أي علاقة بهذه الإجراءات القضائية الأمر يتعلق بالمحامي العام والنائب العام لا بد أنه يضمن أن أي ظهور للمحاباة أو الضغط السياسي لا بد أن يؤخذ فيه لأعتبر هذا المجلس الخاص لا بد أن يقرر سواء كان ترامب يستحق هذه التهم أو لا ولا بد من الإجراءة التحقيق بالشكل الأمثل بايدن ما يفعله هو أن يضمن عدم التدخل وأيضاً لا يوجد أي نية للتدخل لابد أن نتذكر أن هذا هو عمل النظام القضائي وما ذكر ترامب أمر غير عادل ترجمة نانسي قنقر